اشتركوا في القناة لتلاميذي وقسمي الثانية ابتدائي غدا هو اليوم الثالث اليوم الثالث من فترة تثبيت المتسابات كل عادة فهم المنطق تعبير شفاهي وكتابة وتعبير عن الصور تركيز بارك الله فيكم ركزوا على الصور التلميذ يحتاج إلى صور ويعبر عنها دايما نجيبه صور ونجيبه أشياء يعبر عليها التلميذ صور كبيرا علقها في الصفورة وتلميذ يعبر عليها إذن فهم المنطق اللي رح يكون غدا في اليوم الثالث من فترة تثبيت المتسابات رح يكون بعنوان طعام ملوث ممكن الدير مقدمة تتكلم عن الطعام عن الفيتامينات غسل الخضر وغسل الفواكه قبل تناولها غسل اليدين قبل تناول الطعام أضرار الطعام الفاسد أضرار الطعام الذي يباع في الخارج في الغبار تتكلم عن الطعام عن التسمم كمقدمة للدرس بعد ذلك تشرع في قراءة النص المنطق إذن تلميذ يجمعوا يديهم ويستمعون للنص المنطق النص بعنوان طعام ملوث قال المعلم هل تعلمون يا أبنائي أن زميلكم هشام طيب في بعض النصوص ديرين هشام وفي بعض النصوص ديرين محمد كما قلت البارح ممكن تغيره ممكن تبدل في النصوص هذي ماش توقفية ولا ممكن تبدلها كامل ممكن تزيد عليها ممكن تنقص منها قال المعلم هل تعلمون يا أبناء أن زميلكم هشام يرقد في المستشفى عبد الرحمن لما هو في المستشفى المعلم لأنه أكل طعاما ملوثا اشتراه من أحد الباعة المتجولين عبد الرحمن سنذهب لزيارته في المستشفى إذن هذا هو النص المنطق الأسئلة المهمة لدائما نتركز عليها هي أن تطلب من التلاميذ يعطوك عنوان آخر للنص أعطوني عنوان آخر للنص من هم الشخصيات ولا كم عدد الشخصيات المذكورة في النص سؤال الثالث أين تجري أحداث النص مكان الذي تجري فيه أحداث النص أجرأت أحداث النص ولا مسرحة أحداث النص تلاميذ تلاميذ وحد يدير دور المعلم وحد يدير عبد الرحمن وحد يدير دور هشام أو لا ويديروها لك ويديروها لك على شكل مسرحية مسرحة أحداث النص هذه أشياء مهمة في كل في كل نص تتعاد كذلك المرادفات الأستاذ والمعلم كذلك يركز على المرادفات يجيب أن يبدأ فيها اليوم الكلمات المرادفات تتحها وتكتبهم من جانب الصبورة وتطلب من التلاميذ يشفاو عليها ولا حتى يكتبوها في أوراق طيب بعد ذلك تدخل على الأحداث أحداث الخاصة للنص لماذا يرقد هشام في المستشفى في رأيك ماذا أكل هل أكل فاكهة ولم يخسلها هل أكل شيء المهم أن تتكلم عن التسمم كيف يصاب الإنسان بالتسمم تتكلم عن مثل هذه الأشياء تتكلم عن الباء المتجولين من هم الباء المتجولين ما رأيك تطلب من التلميذ يعطيك رأيك ما رأيك في الطعام والأكل الذي يبيعه الباء المتجولين طيب بعد ذلك نمر للسياء السياء عدنا الاستفاء هل الاستفاء هل كم لماذا الكلمات اللي نديروا بها الاستفاء هل لماذا كم أين هذه نديروا بها الاستفاء وما نمركزين على هل يعطيك التلميذ جمل فيها السؤال السؤال ولا فيها برعو سؤال بهل مثلا هل اشتريت الأدوات المدرسية هل اشتريت المحفظة هل أحضرت كتب الأنشطة هل أحضرت كتب القسم وهكذا والتميذ يعود لك جمل أخرى من عندي هذه في السياء بعد ذلك نروح لإكتشاف الحرف ثلاث حرف قلنا كل يوم عندنا ثلاث حرف الثلاث حرف اللي راح تكون في اليوم الثالث هي الهاء والعين والسين هاء عين سين طيب اليوم الأول دلنا ثلاث حرف الميم والباء والدان طيب اليوم الأول اليوم الثاني درنا التاء ودرنا الضاد ودرنا الراء اليوم الثالث غادا راح نشوفوا الهاء والعين والسين وتركز أنه التلميذ يفرق بين الحرف والصوت تركز له على الحركات فتحة فتحة طويلة ضم ضم طويلة كسرة كسرة طويلة السكون وتشى السكون السكون وعدنا التنوين بالضم تنوين بالفتح وتنوين بالكسر وتلميذات الكلمات وانتبقوا مهارة الوعي الصوتي ويفرق بين الصوت والحرف طيب في البداية تكون شفاهيا قبل ما تكتب الجمل في الصابق وراء وتبدأ تبدأ شفاهيا طيب هذه الحروف اللي اكتشفوها بعد ذلك يحاول التلميذ يعطي لك جمل ولا كلمات في هالحرف اللي تكلمنا عليها اللي هي الهاء والعين والسين هذه الحروف هذه الحروف اللي تركز عليها في اليوم الثالث هاء عين سين طيب تذكر له الحروف المشابهة مدام درنا اليوم العين كينا الغين ندرنا لك أطبح غين عين غين طيب بالسين تشير كذلك إلى حرف الشين اللي فيه ثلاث حروف في الأعلى والهاء تكلمنا عليها طيب تركز على عمر آخر هذا الحروف تجيب لهم أمثلة في أول الكلمة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة وتذكر الفروقات حرف العين مثلا في أول كلمة وآخر الكلمة وسط الكلمة حرف الهاء تكلمنا عليها في آخر الكلمة كيف ينطق وكيف نكتبه إلى غير ذلك تشير كذلك إلى أن التاء المربوطة في آخر الكلمة ننطقها ها مكتبة مقلمة نافذة طاولة التاء المربوطة في آخر الكلمة تصبح ها ننطقها ها إذن هذه الأشياء التي تركز عليها في اليوم الثالث بارك الله لي ولكم هذه أهم الأشياء التي تعلق بيوم الثالث لعنده سؤال أو استفساري خليه لي في تعليقات بارك الله لي ولكم وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر